المحجة لا حجة لك أيها الإنسان فلقد أتاك من السماء بيان ومحجة كالشمس يصطع نورها ولا يراها العقل والوجدان هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان نبع العقيدة لا يكذر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتا المحجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائي الحمد لله وحده العظيم للسلطان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه مولدا ومحتدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ليوث العدى وغيوث الندى صلاة وسلاما من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا مشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم المحجة أسعد فيها بالترحاب بصاحب الفضيلة لأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي أستاذ الحديث وعلومه بكلية التربية جامعة الملك سعود صحفظيل أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك بالأخوة المشاهدين الله يرضى عنك شيخنا السلسلة الكريمة التي موضوعها هو أشرف موضوعا على الإطلاق هو الحديث عن الله عز وجل وكفى بهذا شرفا وفضلا كما قال سيباويه لما قل أنه رؤية في المنام أنه عرف الله فقال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف هذه قضية العمر وقضية الإنسان وكنتنا في آخر الحلقة التي سبقت سألتك كان سؤال مخرج يقول هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عندك قبل أن ندلف إلى إسم الله الولي المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلم أحمده وأشكره ولا أكفره ولا أنكر فضله علي وعليكم فإنه هو الولي الحميد ثم أشكر هذه القناة الرائدة زادها الله توفيقا وعلوة ومجدا ممثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيل الشيخ الدكتور حمد ومن قبله والده الكريم الشيخ محمد وكافة الإخوة العاملين في هذه القناة زادهم الله مجدا وتوفيقا وسدادا يا رب وإياك شيخ أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نعم سميت به نفسك واما ثم قال صلى الله عليه وسلم في التضرع أو أنزلته في كتابك في أي كتاب من الكتب التي أنزلها على أنبيائه وأمرنا بالإيمان بها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل أو أنزلته على أحد من خلقك وهذا لا يكون إلا بالوحي وهم الرسل جميل منها ما علمناه وكثير منها لم نعلمه سبحان الله لم نعلمه لأن الله تعالى لم يعلمنا إياه استأثرت به في علم الغيب عندك نعم هنا هذا الاستئثار يجعله ربي جل وعلا من المحامد التي يحمد بها في كل حين وآن لكن في الجنة لأن الجنة ليس فيها عبادة إلا أن تلهم ماذا الحمد والتسبيع ذكر الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي ذكرناه في حلقة الشفاعة قال ثم أسجد بين إيديه فأحمده فيفتح علي بمحامد لم أعرفها من قبله هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك من أعظم المحامد أن يحمد بأسمائه جل وعلا وهذه تكون يوم القيام تكون في القيام فلذلك استأثر بها في علم الغيب عندك ما معنى هذا الأمر المهم أن هذه الأسماء توقيفية ما معنى توقيفية معناها لا تجتهد فتسمي ربك بما لم يسمي به نفسه حتى وإن ظهر لك حسنا مهما كان مهما كان فإن الله تعالى سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك هذا الحصر نعم فلا تتجاوزه فلا يجوز لك أن تنظر في كتاب كتب فيه تسعة وتسعين اسم ولم تتثبت منها في كتاب أو سنهية ثم تتعبد الله بها مثل إيش؟ اسم يذكرون لا تركني من اسم سوف نأتي بها لأن اتفقنا أنه بعد ما ننهي الثابت نأتي إلى غير الثابت من باب التنبيه جميل سنخصص حلقة لما يعتقده الناس أنه من الأسماء الله وهو ليس كذلك وهو ليس كذلك فلذلك مثل أنه قال الصانع المعطي مثلا المعطي إلى غيره بخلاف المحيط وكان الله بكل شيء محيط هذا نص نعم لكن بخلاف الزارع والعياذ بالله هذا على وجه المقابل أنتم تزرعونها ونحن الزارعون تمام إلى آخر يعني كأننا في تلك الحلقة سنضع قواعد مثلة مثل ما وضع الشيخ العثيمين نعم للأسماء نعم نعم فلذلك هذا إجابة على سؤال الأخي المحيط ما دعونه معنا لسبوع ذا ولا أد نعم طيب شيخ الولي ولا بلغوه الإجابة إذا مهم معنا لا أمور طيبة بإذن الله طيب الولي المولى الولي المولى الولي هو القرب والدنوب تمام ولذلك يقول تباعد بعد ولي بعد ولي يعني بعد قرب وكل مما يليك مما يقاربك كل مما يليك أي من قرب من قربك والولي ضد العدو والمولى ضد المعادة جميل والمولى المعتق والمعتق وابن العمي والناصر والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك وابن الأختي والولي الصهر وكل من ولي أمر أحدا فهو وليه كل من ولي أمر أحدا فهو وليه وولاه الأمير عمل كذا وولاه بيع الشيء وتولى العمل تقلد وتولى عنه أعرض عنه وولى هاربا أي أدبر والولاية بالكسر السلطان والولاية هو الولاية النصرة جميل وإذلك الولي في كلام العرب يقول الزجاجي على ظروب عشرة عظيم مخرجها كلها من قولهم هذا الشيء يلي هذا الشيء وأوليت الشيء الشيء إذا جعلته يليه لا حاجز بينهما وهو يدل على ماذا على القرب والدنوب ورد اسم الله الولي في آيات كثيرة من القرآن الله ولي الذين آمنوا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فاطر السماوات أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أما المولى فقد ورد اثنتين عشرة مرة نعم المولى ونعم النصير أحسنت بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين وإن تتولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إلى آخره ما معنى هذين الإسمين في حق الله في حق الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وكفى بالله وليا كفى بالله وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم والحراسة من أن يستفزكم أعداءكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم نعم وقال ابن جرير في قول الله جل وعلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين من عبدة الأوثان إن ولي ونصير ومعين وظهير عليكم الله الذي نزل علي الكتاب بالحق وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه أيها الله ولذلك الولي تأتي بمعنى الناصر آه وتأتي بمعنى الموالي القريب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال الزجاج وليهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم جميل كما يتولى ذلك من الصبي وليه وانظر المهم وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم جميل جل وعلا جل وعلا فلذلك فلذلك أيضا الولي هو الذي يتولى الأمور كولي اليتيم وولي المرأة في عقد النكام والقائم على شؤونه فالولي مالك التدبير جل وعلا ولهذا يقال للقيم على اليتيم ولي اليتيم وللأمير الوالي أما المولى تمام أما المولى فقال ابن جرير في قول الله عزيزي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافري أنت ولينا بنصرك دون من عاداك وكفر بك لأن مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك فانصرنا لأن حزبك على القوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك وأطاعوك في معصيتك الشيطان فلذلك المولى الناصر والمعين كما النصير فعيل بمعنى فاعل قدير وقادر واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أي المأمول في النصرة المأمول في النصرة والمعونة لأنه هو المالك ولا مفزع للمملوك إلى مالك وتفضل إذن الولي الناصر القريب المحيط المعين الذي جل وعلا يتولاك بالنصر والإرشاد والرعاية والهداية كل ذلك نعم رح أجعلك شيخنا بعد الفاصل بإذن الله استاذنك كذلك والمشاهدين للكرام فاصل نعوذ بعده إليكم بإذن الله فَلَقَدْ أَتَاكَ مِنَ السَّمَاءِ بَيَانُ وَمَحَجَّةٌ كَالشَّمْسِ يَصْطَعُ نُورُهَا وَلَا يَرَاهَا الْعَقْلُ وَالْوَجْدَانُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تحية طيبة في رحاب اسم الله الولي المولى أهلا صحفة فضيلة أهلا وسهلا بك بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله فرغنا قبل قليل من ذكر معنى اسم الله الولي والمولى في حقه جل وعلا جل جلال بقي كيف تتعبد ربك بهذين الإسمين وما آثارهما عليك فضل الشيخ إذا أيقنت يا أخي أن الله هو مولاك هذا اليقين الذي ينزل في قلبك أن الله هو مولاك تضطر للمخلوق لماذا لا أتكلم عن الأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى بين العباد فأنا أحتاج إلى البقالة أحتاج إلى المصنع يقدر عليه البشر فيما تقوم به حياتنا فيما تقوم به حياتنا هذا موضوع ثاني لكن أنا أقصد لما ينزل في قلبك يقين أن الله مولاك وفهمت أن الله ناصرك قريب منك وأن الله تعالى قريب منك وأن الله تعالى يتولى هدايتك حتى جعلك الله تعالى وليا له إذا تقربت إليه بما يحب كما قال الله الزلما عاد لي وليا سبحان الله هل ترى هذا المقام والشرف لك أعظم من هذا؟ هذا الأمر الأول الذي يجب أن تلتفت إليه اليقين اليقين بأنه هو مولاك نعم الثاني الأمر الثاني أنظر في غزوة أحد أبو سفيان قال بعد أن نصيب المسلمون أفي القوم محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبه قال أفي القوم بن أبي قحافة قال لا تجيبه قال أفي القوم بن الخطاب قال لا تجيب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا أجابوا عمر ما ملك نفسه رضي الله فقال أكذبت عدو الله أبقى الله عليك ما يخزك فقال سفيان أعله بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه شف في الأول قال لا تجيبونه مسألة شخصية هنا لآن جاء التوحيد شف الآن غير على التوحيد لما جاء إلى قال قضية أعلوه بل قال النبي أجيبه قالوا وما نجيب قال قولوا الله أعلى وأجل نعم تمام قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم آلهة من دون الله فقال النبي أجيبوه قالوا ما نقوله قال قالوا الله مولانا ولا مولاناكم الله أكبر وهذه الفارقة هنا الآن المقام مقام هزيمة ولذلك افتخر العدو بماذا بالنصر الذي تمكن منه فأنت مهما المستفاد من هذا مهما نزل بك من كسر في الدنيا فاعلم أن مولاك هو جابره الله أن مولاك هو جابره سبحانه فلا تيأس حسن فلا تيأس ترجون من الله ما لا يرجوه نعم ولذلك بحسب متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعك وانقيادك له تكون العزة والكفاية والنصر والمنع تمام والفلاح والرشاد وإذا خالفته كان بك الذل والصغار والخوف والظلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة طيب هنا أمر مهم يا رب أنك ما تكاطعني لا لا ما رحبك أحسنت خذ راحتك اليوم إلى بكرة طيب هنا لما سأل أريد أن يعني أستمر في الحديث فيها دقائق ثلاثة أربع الآن الله هو ولي الذين آمنوا واتفقنا أن الولي هو المنعم وهو الذي القريب هل يصح أن يكون هذا في الكفار أم فقط يكون هذا في المؤمنين الآن إن شئت فالله عزيزي هو الذي ينعم على الكافرين كما ينعم على المؤمنين فهل يجوز أن تقول ولي الكافرين أم هي محصورة في ماذا في المؤمنين هل هو خاص أو عام أيها يعني إن نستطيع أن نقول هل هناك ولاية شرعية ولاية كونية نعم بحيث أن الولاية الشرعية نعم في المعنى العام لا نقولها إلا للمؤمنين فالله عز وجل هو وليه لما أنعم على المؤمنين شوف المهم فقابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد جاز أن يقال الله ولي الذين آمنوا بإنعامه عليهم وقبولهم وشكرهم وإن كان قد أنعم على الكفار فلا يقال هو وليهم لأنهم جحدوا تلك النعمة وتركوا التوحيد وذهبوا إلى الشرك ولذلك شوف الأمر المهم لما قال الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاها هل معنى هذا أن النبي لا ينذر إلا من خاف الآخرة لا من يخش ومن لا يخش وقد أنذر من يخش ومن لا يخش فكذلك هنا وإن كان الله تعالى هو ولي نعمة كل مخلوق إلا أنه جل وعلا هو ولي لمن للمؤمنين للمؤمنين لأن الكافرين ما ما قبلوا ولاية الله رفضوها جحدوها بالشرك والمعصيان والعياذ بالله فلما كان الولي قد يكون بمعنى الناصر والموالي والمثني وغير ذلك لم يجوز أن يقال الله ولي الكافرين بأي حال لا فلذلك ليش لأن لما تقول الله ولي الكافرين يتجه لماذا إلى نصرتهم وإلى كفايتهم وهذا لا يصح ولذلك قال الله عز وجل في المقابل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَأُهُمُ الطَّالِمِ آهَا لاحظت لهم أولياء كما قال الله عز وجل يليقون بهم بهم بضعفهم وقد أطال فيها كثير من أهل العلم ومنه منهم طبعا صاحبك وحبيبك ابن القيم رحمه 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 الله على درجة فلذلك كل الخلق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم يعيشون في نعمته وهذا معلوم بالاضطرار نعم عند جميع صناف بني آدم إلا من كابر وجحد حق الله وكفر بنعمته ولذلك قال رحمه الله كلام دقيق كعادتي ابن القيم قال وفصل الخطاب في المسألة شف أن النعمة المطلقة النعمة الأكتب أن النعمة المطلقة كذا مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سواهم رائع الثاني مطلق النعمة عامة للخليقة كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم فهذه غير مشتركة ومطلق النعمة عام مشترك فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب بحيث أنه يقول الله تعالى يسلبهم النعمة المطلقة وإن أراد سلب مطلق النعمة لا يصح أخطأ وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب جميل جدا نعم واضح كعادته في النعمة المطلقة ومطلق النعمة مطلق النعمة عام واضح و النعمة المطلقة هي التي تزداد على على النعمة التي يأخذها جميع الناس فالله تعالى مطلق نعمته على جميع خلقه نعم من البن الإنسان والجان والحيوان والكون كله مؤمنهم وكافرهم طيب الله عز وجل جل شأنه مولى الخلق أجمعين بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم معبودهم لماذا؟ لأن الله تعالى قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وراحهم إلى الله سيدهم الحق ألا له الحكم والقضاء دون من سواه فلذلك هنا في هذه الآية أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما يشاء جل جل تمام بما يشاء فالله تعالى أعطى الولاية لمن لأحبابه ولذلك قال الله عزيز ألا إن أولياء الله لا خوف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم جعن الله وياكم منهم شكرا جزيلا يرضى عنك شيخنا ساعدت بك في هذا اللقاء والمشاهد الكريم التبقيك كذلك في اللقاء بإذن الله شكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل دائما وأبدا أمس واليوم وغدا التوحيد هو سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أطيب المناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحجة لا حجة لك أيها الإنسان فلقد أتاك من السماء بيان ومحجة كالشمس يصطع نورها ولا يراها العقل والوجدان هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان نبع العقيدة لا يكذر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتان المعجال اشتركوا في القناة